وصلت قافلة مساعدات أممية مكونة من عشر شاحنات إلى مناطق شمال غرب سوريا يأتي ذلك فيما توقعت فرق الدفاع المدني بإدلب تأخر وصول معدات رفع الأنقاض داعية لتوفيرها سريعا وأشارت فرق الإنقاض إلى تحول عملياتها من الإنقاض إلى انتشال الجثث مؤكدة أن الأمال في العثور على أحياء تحت الأنقاض تلاشت ومن جهتها أشارت الأمم المتحدة إلى أن الزلزال تسبب في تشريد ما يصل إلى خمسة ملايين وثلاثمائة ألف شخص في سوريا وحدها